بدعوة من المركز المجتمع المسكوني ألقت الدكتورة باسم السمعان في كنيسة الراعي الصالح الإنجلية اللوثرية بعمان محاضرة بعنوان الإعلام الديني ما له وما عليه تفاصيل أوفا في التقرير التالي استضاف المركز المجتمع المسكوني في كنيسة الراعي الصالح الإنجلية اللوثرية بعمان في لقاء السبت الإسبوعي الدكتورة باسم السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأردن والتي قدمت محاضرة قيمة أثرة الحضور حملت عنوان الإعلام الديني ما له وما عليه شهد المحاضرة عدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي وجمع من إعلاميين ونخبة كبيرة من المثقفين من كافة الفعاليات الرعوية والشعبية واستعرضت الدكتورة السمعان لأهم المراحل التي أنتجت إعلاما دينيا ركز على عناصر اللقاء بين الإنسان وخالقه كما تطرقت السمعان لمرحلة انهيار الاتحاد السوفيتي وما نتج عن هذه المرحلة من تحولات نقلت الفكرة البشري من النظرة المادية نحو العودة إلى الجذور الروحية والقيام السماوية وبعد أن قدمت السمعان محاضرتها فتحت باب النقاش مع الحضور كما أجابت على أسئلة ومشاركة المتفاعلين مع موضوع المحاضرة حيث تحدثت عن خبراتها الشخصية في نورسات من رسالتي هذه الفضائية التي اتسمت بصفات المحبة والسلام والطلاقي